قول الخضر كما حكاه القرآن عنه في سورة الكهف وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي إذن أمر من هو؟ إذن هو أمر الله رجال صالحون مختلف في نبوتهم هناك رجال من الصالحين اختلف العلماء في نبوتهم هل هم أنبياء أو ليسوا بأنبياء فمنهم أولاً الخضر وهو العبد الصالح الذي سافر إليه موسى عليه السلام لينال من علمه كما ورد في قصته ما في سورة الكهف ولم يرد اسمه في القرآن وإنما ورد في السنة في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله واختلف العلماء في الخضر هل هو نبي أو لا؟ فقال بعضهم لم يكن نبياً وإنما كان ولياً من الأولياء خصه الله ببعض العلوم التي لم يطلع عليها نبيه موسى عليه السلام ولم يرد في النصوص الشرعية أنه نبي هذا الفريق الأول الفريق الثاني من العلماء قالوا الخضر نبي من الأنبياء بدليل قوله قول الخضر كما حكاه القرآن عنه في سورة الكهف وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري إذن أمر من هو؟ إذن هو أمر الله وإذا كان أمر الله فأمره سبحانه وتعالى سوف يكون بالوحي لا سيما وأنه ارتكب أموراً عظيمة خرق السفينة المساكين وأتلفها وقتل الغلام بغير ذنب ظاهر وهذا القول الأخير هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء أنه نبي أن الخضر نبي بل بالغ الثعلبي رحمه الله حتى قال هو نبي في جميع الأقوال